لا تنتهي أزمة حتى تلحق بها أخرى ولا يستفيق العراقيون من معضلة حتى تدهم أخرى أشد منها وقعا ووطأ وكأنها نقمة من جاء على الدبابات الأمريكية فبعد تلوث المياه وجفافها وموت آلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية تعرضت الثروة السمكية في البلاد إلى ظاهرة لم تعهدها من قبل آلاف الأطنان من السمك النافق إحدى أعمدة الثروة الحيوانية في البلاد تطفو ميتة على جانبي الفرات بفعل مرض قيل عنه إنه مجهول بدأ المرض في قضاء المسيب شمالية محفظة بابل حينما تفاجأ أصحاب مزارع تربية الأسماك المشيدة على شكل أقفاص حديدية على أكتاف الأنهر بنفوق أسماكهم لأسباب مجهولة ثم انتقل إلى واسط فالقادسية ثم البصرة وظهر أخيرا في الأنبار بما تسبب بخسارة أصحابها ومن يعتاشون على صيد السمك أموالا طائلة لكن الظاهرة تثير الكثير من التساؤلات لسيما وأنها تأتي بعد أقل من عشرة أيام من إعلان وزارة الزراعة تأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد من الأسماك المحلية بنسبة 100% وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج نوابهم في البرلمان حذروا من خطورة الظاهرة ومن وجود أياد خفية تحاول استهداف الاقتصاد العراقي من دون تحرك جدي وواضح من الحكومة ما يعني أن الأمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون محظ صدفة أو مرض عابر خصوصا وأنه يتسبب بخسارة الاقتصاد بنسبة 80% من ثروته السمكية والعودة للاستيراد من الخارج من جهة أخرى تعود مشكلة الجفاف إلى الساحة مجددا فقد حذر خبراء وباحثون من هجرة جماعية من محافظات الوسط والجنوب نتيجة للنقص الكبير في المياه الذي انعكس على الزراعة في إيران حولت مثلا مياه نهر الكارون إلى منطقة الأحواز وهو ما تسبب بكارثة كبرى إثر النقص الكبير الذي تزامن معه النقص في المياه القادمة من تركيا خاصة وأن العراق يعتمد بشكل كامل على المياه المقبلة من هذين البلدين وهو الأمر الذي يهدد الملايين من المواطنين بالإضافة لسوء إدارة ملف المياه وعدم إقامة السدود الحفاظ عليها بدلا من تركها تذهب إلى البحر كما يتطلب الأمر الاستعانة بمياه الأمطار التي تهطل في كردستان العراق والتي يمكنها أن تغني العراق عن مياه تركيا وإيران ترجمة نانسي قنقر